موسيقى أصدقائي أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز في كل حلقة بنقدم مجموعة من الفقرات النهاردة الحلقة بتاعتنا مليانة من الفقرات الكتير قوي خلال الحلقة كمان هنسمع أسماء الفيزين مع هيئة تنشيط السياحة المسابقة اللي احنا أزعناها او اللي احنا قلناها خلال الفترة اللي فاتت هنعرف مين اللي فاز معنا وكمان احنا من الاسبوع اللي فات قررنا ان احنا هنفتح قضايا وملفات ساخنة وقضايا مهمة جدا تهم الأسرة المصرية النهاردة هنتكلم على مؤسسة من المؤسسات الدينية العريقة جدا هنتكلم على دورها الهام وخصوصا في الفترة الحالية دورها واهميته وده اللي هيكلمنا عنه النهاردة في الحلقة المستشار أحمد فؤاد الجهيني المحامي بالنقد والدستورية العليا وأستاذ العلاقات والاتفاقات الدولية هنشوفه النهاردة وهيكلمنا عن هذه المؤسسة وهيكلمنا عن القضية وهيكلمنا عن إزاي الدور المهم لهذه المؤسسة هنطلع معاه ونشوف وهيقول لنا إيه ونرجع علشان في كل حلقة لازم تستنونا علشان هنناقش قضية مهمة تهمنا وتهم الأسرة المصرية والمجتمع المصري بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صحة وجمال برنامج كل الناس نيوز أعرفكم بنفسي في البداية أنا أحمد فؤاد الجهيني المحامي بالنقد أستاذ العلاقات الدولية والاتفاقات الدولية وأنا يمكن النهاردة حبينا نتكلم عن موضوع مهم جدا 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 عنوانه دار الإفتاء وأهميتها وتأثيرها على المواطن المصري طبعا ما ندرش ننكر أو ننسى الدور المهم جدا 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 اللي بتقوم بيدر الإفتاء والدور الرئيسي لها في المسألة التوجيه الديني للمواطن المصري في تعامله مع قضياء الارتباط المصري عموما بالثقافة الدينية والميل أنه هو يتصرف تصرف المتفق مع عقدته الدينية وطبعا دار الإفتاء يمكن المؤسسة الرئيسية المصرية اللي بتقوم بدا ونقدر عشان نوضح المسألة أكتر لازم نعرف دار الإفتاء إيه هي المهام اللي بتقوم بيها والدور اللي بتقوم بيها في حياتنا الاجتماعية عموما كمواطنين مصريين عشان نقدر ناخد منها الدور بتاعها تأثيره إيه في المواطن المصري أصلا الدار الإفتاء لها يمكن قسمين رئيسيين أو دورين محوريين من دور الإفتاء المصرية أحدهما الدور العام والدور القضائي أو القانوني الدور العام يمكن بنلمسه وإحنا يمكن في حياتنا اليومية بنسمع مثلا أخبار زي دار الإفتاء تعلن أن اليوم الفلاني هو غرة شهر رجب أو غرة شهر رمضان أو زلحجة فتحديد ورصد الأشهر العربية القمرية يمكن من الإخصصات الأولى لدار الإفتاء المصرية إبداء البحوث والأراء الفتاوى عموما لدار الإفتاء المصرية ترجمة الفتاوى والأراء البحثية دي لعدة لغات متنوعة وأمثلة من ديكتير دي بالنسبة للدور العام لدار الإفتاء المصرية وبعده المعاملات ودور الإفتاء في المصرية في إبداء رأيها في المعاملات وفقهية المسألة الدينية في المعاملات اليومية والحياتية للمواطن المصرية عموما نجد على جانب آخر فيه دور قضايا أو قانوني دار إفتاء بنجد مثلا في الأحكام الخاصة بأحكام القتل أو اللي ترتب عليه أحكام إعدام أن القاضي قبل أن يصدر حكم الإعدام يحيل الأوراق إلى فضيلة المفتي ليصدر الرأي في مسألة الحكم بالإعدام الفتاوى القانونية الخاصة بالمواريس الفتاوى القانونية الخاصة بتصرحات المحاكم لإبداء دار الإفتاء رأيها في مسألة قانونية معينة أو فقهية معينة بالتحديد المسائل الخاصة مثلا بتحليل الـ DNA في مسألة فقهية وشرعية المسألة نفسها وترتبها على جانب آخر برضو لما يكون في أطراف عندهم مشكلة في معاملة معينة أو معاملة أسرية أو معاملة مدنية عادية بيتوجهوا لدار الإفتاء الطرفين ويتقدموا بطلب فتواهم ويصدر فتوى من دار الإفتاء رسمية بالرأي في المسألة دي ويقدروا يحتاجوا بها على بعضهم في المسألة دي طبعا إحنا الحصر البسيط أو يمكن على سبيل المسال اللي احنا قلنا ده ده بشكل مسائل مهمة جدا جدا عموما في حياة المواطن المصري وكمان دار الإفتاء لها دور كبير جدا 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 في متابعة توسائل التواصل الاجتماعي ويمكن دعا هدنها في الفترة الأخيرة خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومثاله فحنا نتكلم على تقريبا خمسين في المية من الشعب المصري موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وإحنا شفنا نشاط فعال لدار الإفتاء الفترة اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتوقفت لها برأي فيها حتى إن لم تكن تأتي على قدر وعظم دار الإفتاء فكان وهذا هو كان أحد الفخاخ اللي احنا بننقى عن دار الإفتاء إنها تكون وسيلة لإسقطها أو وقوعها في هذه الفخاخ إنها تتعرض لمسائل تصير بلبلة أو مسائل من مسائل الدنيانية البسيطة وهو أكيد طبعا هو مش مقصودة من دار الإفتاء لكن الإشكالية بتكمن فيه الوجود الشديد من مواقع التواصل الاجتماعي والأرائي اللي بتتخبط فيها الناس فيما بينها وبيبدوا إن هم يصيروا التساؤلات اللي بتتطلب التعرض لها ونجي حجم اثنين دار الإفتاء بقى عندها مشكلة تتعرض للمسألة وتد رأيها ولا تصمت لو صمتت يقولوا فين دار الإفتاء ولو ردت يقولوا إيه اللي بتقولوا ده ولو قالت رأي واضح نجد هيئة أخرى من الهيات الدينية تجد رأي قد يتعرض معها فما يصير بلبلة عند المواطن وده اللي يمكن الفترة اللي فاتت أصار الحاجة الملحة للتعرض لقانون لتنظيم الفتاوى لحل أحد المشكلات الرئيسية في الفتاوى وتأثيرها على المواطن المصري اللي هو موضوع حلقتنا اللي احنا ركزنا عليه أن يكون ده موضوعنا النهار نجد على الأمور الدنيوية والحياتية يمكن قامت دار الإفتاء بدور بارد جدا 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 من محاولات متعددة وحسيسة أنها تتعرض لأنها توصل للناس توصل للناس عشان فتواهم وعرقهم وشكلهم في أخص وفي يوميات حياتهم لا تستنى أن الناس تروح لدار الإفتاء يمكن شاهدنا الفترة اللي فاتت الأكشاك اللي في متر الأنفاء هي الأكشاك الفتاوى اللي هي موجود فيها ممثل لدار الإفتاء حد من علماء دار الإفتاء موجود في المكان اللي الناس بتحرك فيه بشكل حياتي يومي وبشكل متكرر أنه لما يكون عنده رأيه في أي مشكلة يقدر أنه يجد أن دار الإفتاء موجودة معاه في كل مكان بحيث أنه ما يبحث عنها وتبقى موجودة وده يمكن من الأعمال البرزة جدا جدا لدار الإفتاء اللي هي إحنا شاهدناها وأعمال كتير جدا 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 بس أنا هنا بنقف عندي حتة معينة جدا يعني إحنا عندنا مثلا على سبيل المثال في قضايا بتهم الفرد وتهم الأسرة المصرية بجوانبها مفيش حد في الأسرة المصرية ما بيتعرضش المسألة معينة زي أن في مجند هيخش الجيش عسكري هيخش في الأسرة بيجيلي مثلا أنا ناس في جهينة مثلا في بلدنا يعني وإحنا موجودين يعني ويقولوا مثلا يعني ولدنا هيخش الجيش طب هيقف في الجبهة طب يروح هناك ولا ننجله ولا نعمل إيه بالظبط بتصير مشاكل كتير جدا جدا والناس مش عارفة هو بيعمل صحة أو بيعمل غلط ده ممكن يستشهد في سينا ده ممكن طب هو كده يبقى الوادي يروح في طيس ولا إيه كلام من ده بنسمعه كتير جدا 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 وبنستغرب مع المجهود الكبير جدا اللي بتبزله دار إفتاء نجد إن فيه حاجات أيماها دار إفتاء وممثلة في قيمة دار إفتاء فضيلة مفتي الديار المصرية من أعمال لم تصل للناس ما وصلتش إن فيه مجهود ومجهود من الدولة ومجهود من دار إفتاء ومجهود من المفتي يعني أنا أجد أتذكر إن فيه ساب عظيم جدا 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 صدر من فضيلة المفتي مفتي الديار المصرية عن فقه الجندية أعتقد إن المسألة دي ما فيش بيت مصري لم يكون لديه مجند أو عسكري وعنده التساؤلات وعنده المشاكل اللي ممكن هو ده اللي بيبقى أحيانا يعني نقدر نقول جحر للإرهابيين والتكفريين إن هم يتوغلوا لفكرهم يشككوهم في وطنهم وانتماءهم والندم ممكن يروح حضر عشان وطنه وعشان بلده وعشان أرضه وعشان قرم البلده وعشان سمود دولته في المعترقات والصراع والتحديات اللي احنا بنواجهها الفترة اللي بادت لكن نكد إن الكتاب لم يجد له مآلا ولم يجد لهذا المركب أو السفينة مارسة نجد إن إحنا الكتاب ده رغم إنه هو تأثيره الشديد وأهميته العظيمة ما نلاقيش استخدامه في مكانه المحضور بنسير تساؤل أنا عايز أنا عايز برضه أنا بتمنى من هنا إن أنا عايز المسؤول على فضاء الإفتاء على الإعلام والسوشيال ميديا إن الكتاب ده فيه المكانه من نشره وإبراز دوره لتوجيه أنا النهاردة لما بعمل كتاب أو بقول فقه أو بقول معلومة وأنا مش بوجهها لمخاطب بها يعني النهاردة لما بكون أنا بوجه رسالة للمجند اللي في الجيش أو اللي هيخش الجيش أو الأب اللي عنده ابن في الجيش أو اللي عندها ابن هيخش الجيش أو والعم والعمة والخال والخالة طيب لما يكوني كان ما وصلش الناس ده أنا عايز أقول فيه كارثة ده ما وصلش دار لإفتة نفسها يعني الموضوع نفسه فيه تساؤل خطير جدا 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 يمكن إحنا عندنا في بحثنا استراتيجية كبيرة مهمة لترويج وتوصيل المهمة الرئيسية الهدف الرئيسي اللي اتعمل منها الكتاب الرائع ده اللي أنا شايف إنه هو كتاب عظيم وياريت إن هذا المنهج بعد توصيله للأشخاص المطلوبة إنه وصل لهم في مجتمعنا المصري فيه أبسنا كتير جدا 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 للفتاوى إحنا ما ننشغلش بعظمة وقدر دار الإفتاء إن الحزاء المقلوب ده حلاله الحرام وحرمته إيه ونسيب قضايا دموية وقضايا مؤثرة في حياتنا فحياة تكوين شبابنا اللي هم بكرة هم البلد كلها بكامل فين الأمثلة دي اللي يجب إنه هو يبقى فيه منهج اللي اتبعه مفتد ديار المصرية فضيلة الشيخ اللي هو طلع الكتاب ده وكتبه وبذل فيه مجود رائع ننتقل ليه إلى مسائل أخرى وبس نعرف نازم نوصل إن الاستراتيجية اللي هنعرضها برضو في وقت تاني بإذن الله بمشيت الله يعني اللي يستخدم فيها كده ده باستعمال السلاح الخاص بها كما يجب وإحنا بنغش في الامتحان لو حد غش حلال وحرام أنا النهار دا كطالب إيه الحياة اللي بقابلها لما دار الإفتاء تديني الدستور بتاعي ديني قال لي إيه في أمور حياتي ديا عشان ما جيش أنا لما أكبر وأدور على الشبش بالمقلوب حلال وحرام لأنا عندي أضايا كي جدا أنا قدر الإفتاء تشغلني واتطلع مني المادة العلمية اللي موجودة والفقية اللي موجودة جوا ديني ومن ناحية تانية برضو أنا كمواطن أنا انشغلت إن حياتي مليانة الكثير من الأمور اللي محتاجة الفتوى أخطى من غيرها يبقى إحنا كده يمكن بدينا النقط ومستنيين حد يرد علينا على النقط المهمة اللي احنا أصرناها دي وإحنا عندنا بنعرض خطتنا المستقبلية بمشيئة الله وفي انتظار التواصل وفي انتظار الحلقات القادمة على فق الجندية وفق الجنديات الأخرى إن شاء الله شكرا